احنا اجتمعنا النهاردة يا اخوانا لان انا واخوي الحج محمد وزوق شقيقتي قررنا بصفاتنا اعضاء مجلس ادارة المؤسسة ان انا نفتتح خط ونشاط جديد المؤسسة بجانب نشاط التجارة في الموايش واللحوم الله 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 يا حج احمد قوم مع محمد قوم محمد كل لحمة ومشاريع من ورايا اه انا الكبير هنا و انا اللي هيك كلمة العولة يا اهلا وسهلا يا حج يا خطوة عزيزة ايه ايه خطوة عزيزة دي جايلك من بورسعيد انا ولا ضيف انا في المؤسسة يا حج احمد انت بتصغر لي ايه يا محمد ما تستهدى بالله يا حج توفيه ما لك داخل علينا كده من الزرزر لا من الزرزر ولا مش من الزرزر وككلم معايا عادل انا اخوكي كبير ما تنفيش ليش كتافك يا محمد انا بقولها اهو طب لو سمحتوا يا جماعة سيبونا دلوقتي لوحدنا بعد يزنوكي ثانية واحدة اه 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 انا اللي قولها لو سمحتوا يا جماعة سيبونا شوية لوحدنا ايوا كده ايوا كده ايوا كده جرى ايه يا حج؟ هي يا بدرية فاعتنا زر من بتوحها ولا ايه؟ جرى ايه يا حج احمد باب اسمها السيساتي بابادرية دي مراتي وتتكلم عليها باحترام ما تفورش دم يا حج احمد ده لسه بتضرب الفول الحيراتي ده برضو يا حج ولا بطالوا وااخدوا مسلوق وماشوا ليكشوا في حاجة ولا مالكش ا ا ا ا ا ا انا المشاريع دي كلها هلغيها ا ا ا ا ا ا ا راعي يا سادا الحاضرين طمعيني ايه الناس كلها خرجت يا حاجة توفيه برضو يردوا علي يا حاجة أحمد هدي انت بس أعصابك كده وانا جايب لك حاجة زي الفل أورجانيتيك مين وحيد القرن ده ده جزختك يا حاجة جزخت هو أنت جوزت أختي من ورعيها يا حاجة أحمد وأنا مست خلاص يا حاجة أحمد فل حراتي فل حراتي فل حراتي ماشي ماشي النهاردة كل اللي في المؤسسة أنا اللي هديره خلاص؟ يلا يا وحيد القرن عايزك في كلمتين يلا يا حاجة يلا يا حاجة انت مزعلني يا حامد وبتنفشتلي كتافك وبتصغوري يلا 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 ايه ده يا حاجة يا عمد ما داش أنا أخو وربنا كله ويدناك يا حاجة خلاص يا حاجة ما يستهلش خلاص انت بتاخد البناء من غير رد فعل خلاص واسك قوي بتدي لي بالبوكسو بيزالي دماغ ماشي ما أخذها حاجة تحتيجي فيك وهو أنت أخويك كبير الكبير ايه يا حاجة انت نسيت ولا ايه؟ انت الكبير هو أنا كبير ايوة يا با هضرأت يا حاجة مش كده يا حاجة هضرأت يا حاجة مش كده يا حاجة مش كده خلاص يا حاجة اخوك الصغير معلش اتفضل يا حاجة اتفضل يا حاجة ايه يا دي دي عربيتك اه يا حاجة هو أنت بتسرقنا في الشغل ولا ايه؟ أعوذ بالله يا حاجة أنا عمر عملت كده ام جيبت الفلوس دي من ايه دي عربيتك؟ كله من خيرك يا حاجة اه اتحك علي اتحك علي اتفضل يا حاجة بالسلام انت السلام براك حلت على العربية والله يا حاجة حلوة حلوة السقف ده هو 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 انت امرتشي ولا بماشي بما يورد الله اعوذ بالله يا حاجة ده لحم اكتفي من خيرك يا حاجة اه الفه مبروك بقولك ما عاكش فلتين حداتي عشان الطريق يا حاجة انت كده تققلت اوي يا حاجة انت لسا واخت جوه يا حاجة ايه طب خلاص ما اطارت ما انتو عصبتوني في الاجتماع بس انا معايا حاجة تانية حاجة معرفش تنفعك ولا لا ما معاك ايه شوية حشيش كده حشائش لا 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 ده 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 بتعبني التاني فيه مادغة انتش فاهمك انت في الفول الحراتي بقولك ايه وانت ايه انا جوز اختك حاجة اه اه صح صح كنت شاحت ومش لقيت تاكل ونظفناك ودخلناك العيلة فاكر ولا لا انا مش جاحد وعمري ما انسى حاجة دي دي فيها كالاكس اه يا حاجة اهو ما انت دوست عنيه خلاص دي فيها كالاكس فيها اه خلاص اهو شكلك بتسرقنا عربية بكالاكس بس راك ايه حاجة عوزو بالله ما علينا انا عايزك فق حاجتين مهمين وفتح مخك معاه امر يا حاجة اول حاجة تقولي منين بتستورد الفول الحراتي الاورجاني لا يا حاجة من غير ما نستورد واحنا نزرعه في ارضينا وحط في بطنك بطي خصيفي ويطلع اورجانيك ويطلع اورجانيك وزي الفول كمان طب الحاجة التانية دي فيها فيها كالاكس ياب راحتك يا حاجة اهو هو انت ممرتشي ولا بتسرقنا في الشركة يا حاجة انا عمري عملت كده يا حاجة ايه ايه العربية اللي بكالاكسي دي ايه دي طب نركز في اللي انا هقوله اولا ما عليش انا عارف انها غريبة شوية ما عليش في خبر لو طلع برا ههدبحك انا بقالي سبعة عشرين سنة بكتب دراسة جدوى للمشروع هينقل شركاتنا دي نقلة نوعية امر يا حاجة يعني ايه نقلة نوعية حاجة نقلة نوعية لشركاتنا وكتبتك كل دراسة جدوى ومفيش مخلوق اراها امسك شاف علبة كابريت دي دي علبة كابريت يا حاجة هتفتحها تتشيل العدان ترميها هتلاقي مكتوب جوه كل تفاصيل المشروع في العلبة دي في العلبة دي ومالو اوه 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 عاد تضيع منك ولا تولى عود تحرق المشروع لا ما تخافش في الحفز والسوني يا حاجة دي فيها كالاكس اه فيها كالاكس مادة دوس تعليمية مرة اوه 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 انت مرتاشي ولا بتسرقنا ولا ايه لا مش مرتاشي يا حاجة ماما انت جايب عربية بكالاكس يا حاجة ما هكله من خيرك طب ماما ما اكشفوا لي كده ولا كده يا حاجة انت خدت كتير اول النهاردة كده مش هينفع انت شوف لي حاجة بترمس اهدى بهم شوية لا يا حاجة مفيش انت بتاكل الله انت ريخ ريخ قوي واعد في عربيتي ليه من غير ما تقولي حاجة انا كنت ماشي من غير ما تقول يا الله يا تخين يا تخين افشيلا سلام يا حاجة يا تخين افشيلا يا تخين افشيلا اللي جوزناك اختي في ستين ده يا علبة الكابريت فين علبة الكابريت فين خده لو هدي التخين وماشي وماشي وسبني من اول لعبة ايه وانا اديتها له ليه دي فيهاك كالاكس وانت مرتاشي ولا بتسرقنها في الشركة جايبة عربية بكالاكس كلو هيتا يا ترى ايه المفاجأة اللي هفقدهم وصد مشروعكم الجديد؟ في الحقيقة مشروعنا بيعتمد على ثلاث خطوات هّ هّ، هّ، هّ بقدريه أنا على هوا على قناة السّنابل الزراعية عشان تبنتوا له ότι أعتمدوا لي ما تعتبر شيئي قولي بقى الحبايبك وجرانك وكل الناس انا اقدم لكو هينطلق النهاردة مع اخواتي طبعا مشروع هيفيد الفقير ويفيد الغني جدا ما معدش فوليتين يا حاج ما يصحش قدم الناس يا حاج تعبان تعبان فو الحراتي فو الحراتي حلوة حلوة فو الحراتي كده اوفردوز اتعب حاج اتعب شكرا المشروع اللي هيفيد الفقير والغني ببساطة وهيعمل رواق رهيب ان شاء الله انه كل واحد يسلم ملابسه الداخلية هياخد جالبية فقولوا لكل ما عارفكم يجمعوا الملابس عشان ياخدوا كم منج اتفضل الحاج اتفضلوا يا فاند اتفضلوا حضراتكم اقلاعوا في المبولة بتاعة القهوة واخويا هياخد منكم البول هياخد منكم الملابس من القهوة اتفضلوا اتفضلوا يا مرديان يا علت الخير اجدع ناس وكرمكم غير يا مرديان يا علت الخير اجدع ناس وكرمكم خير متشكرين ان شاء الله لو في وقت البرنامج التقي بيكو التاني بساتها بادرية ومن الجدير بالذكر ان هناك قضية نصب دولية وصدر قرار بالقبض على الاخوين احمد وتوفيق المرديان بسبب توروثهما في قضية ترقة الملابس الداخلية لعدد كبير من المواطنين ولم يتم تسليم الجلاليب في الموعد المحدد لها اما الضحايا فقد قاموا بتقديم بلاغات لاسترداد توفيه سيقلي انت بتحبيبه دقوا تعالى بص وشوف مكتوب في ايه في الجرائج انا مش فايقلك يا بادرية بتعمل ايه يا توفيه؟ بتعمل ايه؟ با 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 بادور على فول حراس امبسطلي كارس ودومني ايه يا اخي حرم عليك هو ازا هي الراجل جبلها تجبلها ايه تجبلها يا توفيه توفيه الناس عايزة فروسها يا توديهم فلوسهم يا توديهم هدومهم كله راح يا بادرية كله كله راح يا بادرية فلوسنا كلها راح تفيه؟ راح اتفداء يا بادرية راح تهلنا يعني احنا معناش فلوس خالص؟ لاسه دين فلوس يا بادرية بس دوري على حاجة مليانة مفيش مفيش يا بدرية إله يا راجل تخسر مع تربح إلهي ما تلاقيه الشوالة للك يا رب يارب يارب وريني فيه إلهي يا رب يحويق، سيما حوج بالك يارب غارب براك يا توفيك أطبط ولا إيه إيرفك سيما هئي سيما ولا إين صنعني ايه? ات ادرشت? ايه? اخرستت? ايدي. انتم اعمل لك ايه? دعنا. دعنا. ايه? ايه? ايها. إنت تشلت قمنا ايه? ايه? ايه. شايد لك واحد اي 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 كله. خلا? ما فيعملش لحاجة? انت مو انت ده بايه? ايه? ايه? الحكاية كلها والبيزنس كله في الاخشاب يا ابني. تطيبك من الكلام الفاضل اللي بيعملوك الناس اللي بكلوز زيلة. انا ركب بتتعمل من ايه? من الاخشاب. السقوبة دي بتتسقف بايه? من الاخشاب. القبلاكاشة دي تنتامل ايه? ايه الاخشاب. يلا بقى ننزل للمغلق وربنا ببارك لنا. يلا. كان بتصر ياابا. ساد أبوك باين عليه كبير أميشو معلش افتح يا باب إحنا الأحباب واتجارتنا هي الأخشار ساد عميشو يا حاجة أطراض افتحالك مين حبيب بابا؟ ميشو مين روح بابا؟ ميشو بنا بريتك أميشو ليه 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 ننور يا معلم عامل إيه يا عاد بقولوا تمام شدي حيلك، طباحة وطبخة كويس ناشف إيدك واببلش تاني عامل إيه يا هرنون؟ خدامينك يا معلم ياريتك إن العلامة اللي في وشك ديه بقى الدارسي وببطل الدقل قديم يا خدامك يا معلم ماقدرش ما نعارف ما نعارف وريني إيه دي يا عاد؟ ها؟ دي استباحتي يا معلم استباحتك؟ تستباح بكل دي؟ إن شاء الله هعدها لك تبارش عامل معاك كم قدر؟ خمسة وعشرين يا معلمي خمسة وعشرين بالزبط؟ مية مية أنا أهم حاجة عندي الميزان والدقة في الميزان يا رجالة لازم تفهموا إن سمعتنا هي سر استمراريتنا بس المرة جاء عايزة ثمانية عشرين عايزين نكسب أه؟ ناو يا مرة كم عادم يا يا بويا أنا كل يوم أتعلم منك حاجة جديدة واحد غيرك كان يقولهم عايز في الفرشة ثلاثين أربعين قطة لا أنا عايز بهمك حاجة الحنية في الشغل تطول العمر وتكسب الأسوة تجيبنا وارك ميلي صبب الصبب دي؟ إنت يا معلم؟ تسلم الهادي تسلم الهادي تسلم الهادي نقص عاش الصند فهمت يا حبيبي؟ فهمت يا أبا والأهم من دا ومن دا عايز أقول لك نصيحة فهمني بقى يا أبوس إيدك أبوس إيدك خلينا أفرح بيك خلينا أفرح إيه؟ يقد عايز أدب بإيدي إيدي توجعني إيه الرعرطة دي؟ أنشف بقى يقد عايزك عود خرزان اسمع نصيحة تاخدها يا ابن موج محدش تاني هيقولها لك طول حياتك اقعد قامل لحد مهما كان زي مين يا حادي؟ زي سرسر ابن خالتك وحبيبك افتح بدا سرسر؟ ايوه انزل يا أعد انزل يا خاين يا كلب اقفل سرسر بقى أنت مرشد للحكومة وبيرشد على مين؟ على المعلم ابراهيم العقد شفت؟ أه أعيان شفت النسيبة شفت الواكسة اللي إحنا فيها بتيرشد على مين؟ على ربك وجوز إخوات إخيه عني؟ يا أبا ترد هايك بجوه هايك بجوه هايك بجوه هايك بجوه هنام هنام هنام؟ هاي أنت فاهم حاجة قبل هنام؟ فاهم ايه يا أبا؟ وكان إيه لازمعته الشريط اللاصي؟ حرمت عليك عيشتك يا خاين العصر المالح يومي عمو أسحك خلاص أنا عشان خاطر أمك وأمك واللهي كنت نوا شوية على النار بس خلاص سماح أنا مش هقتله أصيل يابا بس هاتبحه إيه رأيقة؟ بصراحة يستاهل يومي يومي ويتك 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 هنام ما تقول هنام لوحدها اللي قبله كله ملوش لزمة محدش بيها انت وعد يا زيفت امرك يا معلمي يلا خد الحتة دي قطاحها وشفيها وعبيها في كاس وبعتالي على البيت امرك يا معلم علاني بيت البيت الكبير يلا يلا يه يلا 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 يا خيانة اكتر حاجة اكرهها الخيانة اكتر حاجة لا نورة كباس اضغط اضغط ما عندناش وقت العربيات جاي بعد الساعة ايه يا قد ايه ياد ياد عايز امسك عظم الله يخرب بيتك اسمع كلام ابوك انت ياد اللي هتشيل كل حاجة من بعدي والحاجة دي محزناني اول ياد اجمد بقى اوز ترجل اوي يا ابا ثلاث حاجات ما اتقربش منهم في حياتك ثلاث ايه؟ حاجات اول حاجة زابط المباحث زابط ايه؟ المباحث ثاني حاجة المورشد لان المورشد بيقول زابط المباحث ثالث حاجة البيتزا البيتزا هي اللي عاملة الرهراتة والبلاغة واللي انا شفت خلاص يا ابا فهم؟ فهم لابنا بريكلي فيك ابو لابنا بريكلي فيي together يا ابا انا كلامك حاطوا الستيتيس على الفيسبوك هاتوا ايه؟ الستيتيس عالفيسبوك لابا يا ابا يا عبد كبير، تعالى في أدنى يا ابن عمر يا عبد مش عارف أقفل إيلي عليك الله يخرب بيتي كله من خانك يا حاجة تر إيه 600 كيلو تقول لي خيري ده انتوا خلصتوا خيري يخرب بيوتكم يلا رجالة شدوا حالكم يبقى مش هتجيب لي الفيسباة اللي نفسي فيها الفيسباة؟ بقى أنا بقى لي ساعة ما لا تديك نصايح ودخلتك المعمل الخاص بتاع الرجالة وتقول لي فيسباة الله يخرب بيتي تقول لي عزل هنا يا عبد خلاص يا عبد لم تخلش معاة المغزر تاريح بسبت ابني اللي هي فد palette ما تسخل يا عبد واردة ميت يا واردة أيوة أيوة يا حاج حالب أيوة يا حاج مرض سخانيلي الكارع اللي فايت من العاشر عينياء، قررت تكوي الكارع؟ اه قررت حاضر ياه اه مال؟ واقعت مني ورقة طلاء اه 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 أه حلوة يا بتают بصي بقى يا ورد شغل السهوك ولخلاعة ده ما بيدخلش عليا وبعدين عايز اقولك على حاجة اتصدمك امكانياتك مش ماشية مع اهدافك لامت هييق لك يا حج كل اللي في المنطقة اعترفوا بامكانياتك كلهم بيخدعوك يا ورد بقولك بضع وصلت وصلت قطعتيها لسه سلفنتيها؟ لسه بيعتيها؟ ابيحها ازاي وانا لسه لا سلفنتها ولا قرطنتها ولا قطحتها قط صوتك قط صوتك قولك ايه ايه حاج؟ انا بقى لي خمسين سنة في السوس ومعيتي زي الجنيد دهب عشان ملتزم في مواعيدي انا بقيت نمبر ون في المخدرات عشان ما بقى قرش الشغل هشي قطعي وسلفني وجهيز البضاعة يلا غوري من عناية بس اياك يتمر مش هيتمر اه حلاقيتها ايا ايه؟ ورق التلاء ايه اخوة المسامة المجنونة دي حاولها علاقات إيلا بالله بابي يا سليبابي حبيبي يا بابي شيبابي عايزياخ في وحد برا اه اخلاسي عايز أكوا اه في وحد إسمي قابلك برا دلولتي حالا ده اسمه مده اسمه متحط وبتطي يه متحط أشبي ده عيسد في ايه إن عريسة جاي تقدم ليه ويجي كده فجأة كإني كريمية ما يعرفش إن أنت بنت الحج العقاد أقول إيه أقول إيه الولدها مش بتربي هتقولي هتقولي أنا الله ربيه ينزموا بجدع اللي وقت بره ده نصابوا ولا إيه عاين وشوفوا قولي عاين وشوفوا يا لسه بيها معاينة هي ترفض ما عنديش أنا جواز دلوقت ببنت لسه صغيرة ترفض إيه حجة عاين الأول ما تتنقش قوي كده الله العزيز يا ربي قابل يا حج قابل يا مات حاطة قابل يا ساكر قابل يا ساكر إيه حج أنا مش عارفة لفة لا لفة يا حج ورب أنا ما قادرة لفت لا أنا لفتك أنا لفتك يا حج إتي ستقديني فيني أهو إتي هتسلميني يا وردة إتي هتسلميني يا حج تعامل إتعامل يا حاج تعامل ما إيه استلم انتَ بدل هو ما يستلمك خيب تكون البت هارفت عندينا حاجة انا اعزي تسلمني لا ما تقلقش عليك يلا اهلا وسهلا اهلا ما تخشبنيش العزن الوسطى بتخليني مهزوز يا ابني اهلا 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 خاطوة عزيزة هو ده الاخر من انت اهلا يبقى ميت هو ده ميت انا تحت امرك يا ساعة البشر اهلا اهلا بك يا عمي اهلا وسهلا فضل استراحتي فضل ساعة البشر لا هنا 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 او جرب هنا ما تقعدش جمع يلا 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 شوف اللي وراك يلا حاطر قطاعي قطاعي ولفي وزباطي عناي عناي اللحمة اهلا 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 ارجو ان ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يا عمي من يوم ما بدأنا فكار وقالوا ان اللحظة بتيجي مرة واحدة ربنا يستر اهلا 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 اكلمني عن أسرتك وعن نفسك اهلا انا راقت في مباحث المخدرات يا عمي يا حاج يا حاج يا حاج على الشابة بس الأزن الوسطى بتخلينا ارمي شمال ربنا يكفيك شر المرض اعاضي 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 ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني بقى يا أخي ما قلنا لك في اي وقت اهلا وسهلا بيتك خطوة عزيزة كلمني عنك وعن أسرتك احنا عيلة لها باع كبير قوي في الداخلية لها ايه باع كبير قوي في الداخلية ههلا وسهلا والدي يبقى مساعد أول وزير الداخلية زهراتي يا وردة وعمي يبقى مدير أمن كيزا صوت يا وردة وجدتي اللي أبض على رايا وسكينة لو تفتكر حضرتك في الفيلم متفركش على أفلاه وجوز خالتي يبقى رئيس مباحث أمن الدولاء حبي حج يلا يحرق الحج ولو جابوا الحج فيهم واحد ده ختمالي ختمة وحشة اللي ما أخذب وقوصوا إن القوصة بتخلينا خرف شديني يا حضرة الصفت إن شاء الله ما عودي يا الله عن ناسة بقى وردة أرجو إن ما كنتش جيت في وقف غير مناسب يعني نزهق ناس بقى ساعة البنشة ما قلنا لك أهلا بيك سلفنتيها بسنفانة أحمر ما لقيتش أحمر حطيتها في أخدر يا كله لا 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 ما أكلتش سلفنتيها في أزرق ونزلي السعر حاضر يلا تعرف اللحمة والغالرة أهلا يا حضرتي الزبط وأمورنا يا أخويا أنا جاية تقدم لطلب إيد أه بنتكم المصونة أه وجوهرتكم المكنونة أغل أنت هتقول لي أصيدة شعر من هي عيلالي؟ أهلا بيك علم وجاي يا ابني أنا مضطرة أستأذن يا عمي نداء الواجب خير يا حضرتي الزبط فيه تاجر مخدرات بدور عليه بقى لشهرين وأخيرا أعترت عليه مطلوب مني إيه يا فقم لقتوه فين يا حضرتي الزبط أكبر تاجر مخدرات في الزاوية الحمراء بقى 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 والحسن حيرجع عليك ايه 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 رجع ايه في الليلة الزودة دي ربنا معاك يا ابني وطول في أمرك نتشرفنا بيك وسلملي على والدك يوصل يا عمي الله يخليك ما عديزناك؟ يفضل دي يوم المؤنة لنا بتشرفنا تاني بس صاري ساعة المشع ورده يا بش مهندس ايه اضطرت منك ونت واقف على الباب بره هي ايه ده الدبورة اللي كت على كتف انا بتحذق يا عمي لا لا لسا يا قبلات عبقاني ست واتباني مع السلامة مع السلامة انت بتشاوري له وفاقك بتشاوري له أنت عايزة ايه؟ أنت عايزة تحبسيني البيلوة اللي انت جبالي دي أنت عايزة تسجنيني أنت مش عارفة أن أبوكي بيشتغل في الأخشاب وساعات الخشب ده بيبقى فيه شوية منه مساوس يعني عايزة توديني بداية أخوك المسجل ده هو وصحابه لما يطلعوا لهو البالوة ده هنجرالهم إيه عليها تطلع ما أنت بتجوزها ما أسطر عليها يا حاج ما أسطر عليها ليه؟ هو حسن إيه؟ هو أكون حبل يا بات ما حبه يا باب بسهر أمك وراحبت أمك ما أنت بتجوزها بصني بقى يا باب هتوافق عالمك هتخنه بركة مش هتوافق وحياته أمي اللي هتجوزه وأهرب بيك الله الله تتجوزيه والله وتولنا حكراسي وبقينا نزاعة لا تعالي بقى فهمك الصحي ما تنسيش بقى يا حلوة إن أنا ممضيك على وصولات أمانة وممكن أحبسك دلوقتي لا ما حصلش لا حصل فكرة الاستمارات اللي مضيتك عليها بعد الثانوية العامة بتاعت التنسيق ديك هتوصولات أمانة ومسك عليك السديهات ومسك عليك الزور دعني ممكن أفضحك في أي لحظة يالله على قتك يالله إن شابت لما تخش قتك أنا مروقاها أوقعت نعكش السرير كنينة بيت رخمة بيليوم المهابت ده بنعمل إيه في المصيبة دي أهو أرد اخلص منها وقتلها ققتلها؟ يعني ما دخلتش السجن في المخدرات أخش في قتل بنتي يا نهر أسود أقولك إيه إيه أنا أشهلها للوهاد أخوها يغرب ده يا أم الاتنين أقولي خلينا نكمل الكوارع حناية هتأكل معاك كوارع؟ طبعا أنا أقولك أنا أقولك أنا أقولك أنا مش صعبان على ألا حاجة واحدة إيه؟ لهبل ابن لهبل أبوريالة اللي هيتجوزك ده حيتهنى يا حاجة بعد أمر طويل إن شاء الله شرابي شرابي يا أنا هارس صابت شرطة يا أخوال يا أفضل في التعلم بواحد ببقاش فهم حاجات كتير بتحصل في الحتة واردة للصوف النبي يا فيه محلات بتفتح في الحتة من غير ما أنا أعرف يهزوا لك بس أنا أعرف أنا أعرف بقولك يا أعمل أسطى أيوة معلم ألف مبروك يا سير هلأ بتاع مين المحل ده؟ المعلمة واردة والشماعة اللي معاها المعلمة واردة وفي معلمة اسمها واردة من غير ما أنا أعرف واردة مين يا أبي؟ المعلمة واردة يا معلم مين المعلمة واردة دي؟ خدمتك يا معلم بنت واردة الخدمة اللي عندي؟ الله 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 والشماعة اللي معاها؟ مين اللي اشترى البيت ده؟ المعلمة واردة والشماعة اللي معاها يباني عليه شماعة معتبرة حلو البيت برضو وقعت وقفة شكلها وهي في المعلمة ماء انتخة فوق شوية خليها ماء انتخة مشاكلي ناسي تعشى مشاك ما اخدلك مرينة خشة الله يخليك اتعلق الله يبارك لك معلمة ياردة والشماعة اما نشوف او الشماعات كتير دلوقتي هي الملهاش رجالة تربيها دستور الله ده الكلام صحيح بقى انا قلت الوقت السماع بيخرب قلت هطلع لي وردة كده ولا وردة كده لطلعت البيت وردة الخدامة اللي كان بتشتغل عندي سبحان العاطل وهاب صفرة بعد ما كنت بتزخراته انت وقالك عالطفلية وستاير وقويمة الله 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 جره يا وردة من عندك كله انت ملك يا عقاد في ايه دخل علينا بالحنجل والمانجل كده يا عقاد قلت ليها يا وردة انا المعلم ابراهيم العقاد يا بدي اوعي الين ما تعلاش على الحاجة يا وردة اه اه اسقط مش دلوقت شبقت تعلى وتعلى 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 لحد ما وصلت للقايمة والنبي طبعا ما كل ده بفضل البقف ابن البقف اللي عملك الهلومة دي ما عليش ما سيرنا نتعرف عليه وجابلك ايه تاني اللي فاندي ما بلاش يا عقاد ما فيش بلاش لازم اعرف جابلك ايه يا وردة دكانة وشأنا وردة 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 وحشتيني يا وردة بياد اللي جابك البيت النجس ايه اللي بيتلعك هنا؟ انزل عالم اغلق كلمتين مع الكلبة ديتو عميلة يلا تعالى تعالى انت عايزه يسيب بيته ويروح على ثين يا عقبين ايه تقول لو انت ميش مش انت ميش والبقف ابن البقف انت ميش والشماعة عن نطع ابن النطع ليه ميش ده انا منبها قلت انت خلي بالك وحذرتك مليكش دعوه بذبات المباحث ولا المرشدين دي اخرتها ليه يا ابن انا عملت فيكو ايه يا ابن انشئيت عليكو وربتكو بالحلاة انت ميشوا ايوة يا ابا القلبي وميريد تعرف انه وردة احسن واحدة بتعمل بيتزة في المنطقة بيتزة؟ طول عمرك عاجل بكارشي بتجري ورابطنك تباع ابوك وعيلتك وناسك عشان بيتزة ولا عشان لبسيتلك لا احمر ولا اصفر وبلافتك يا انتارا لا يخري البيتكو في بيت اليوم اللي خلفتك كتير وطبعا تبتلها الدكانة والبيت بفلوس النقطع اللي قاعد قدامك وطبعا اكيد حطيتها على الستيتيوس اللي حطيتنا انا وامك وعمتك عنات عليه لا ما تقلقش خلتو شلني من علا اصلي لقيتو بيه اولامم خلتو عمالي هاشتاج على تويتر عجبتني اول حمامة والهاشتاج ده مش كاتوختك اولى بيه بعد ما بزها دخل السجنة اميشو ضحيت بقيلتك ولي فيه ملك ياابا في ايه؟ هو ايه اللي جاب البحر هنا اميشو بحر؟ ايه؟ ملك ياابا السه ما تري يا رب كسرتيني اغتك كسرتيني باليمين وانت كسرتيني بالشمالة ميشو صب تعال انا بجبست هيك 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 ايه؟ هوبا هوه 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 جاليش للرعاشة ميشو ياابا بالفقر ليه كده؟ جاليش للرعاشة ميشو هيك أبوك ما عميك أميشي وإيه اللي عمتك؟ ابني! هديت أبوك أميشي إبراهيم العقات اللي كان شان أبو بيهد الدنيا راحت عليك يا شان كله اللي صنبك يا أبا راحت عليك مش كشان أميشي أنا مش عارف راجل ده يا ابني سيشوار ده مني ده يا يا ابني أوتاك تعالي نحيا دي نجم ماجد المصري وصل خلوه يا صبري خلوه يا نجم غضعت بالرازق جات؟ المدان بقى تمام ساعات هنا وصيز وجهزة خليها تستنى أنا لسه عندي مجموعة خمسين ضغط عشان عندي مشهد صعب قوي يا صبري إيه علاقة الضغط بالتنفيذ أو أستاذ؟ إزاي يا صبري؟ انت تافي ولا إيه؟ أنا كماجد المصري معاود جمهوري إن أمثل بكل عضلة في جسمي وكل شعرية في دماغي طبعا الموهبة دي بتاعت ربنا بس النجم يا صبري لازم يبع عنده أدواته أيوا إيه أدوات النجم يعني أستاذ؟ يعني مثلا سشوار بتاعه سان أويل بتاعه طبعا كرنيس جيم بعدين بأتكلم معاك ليه؟ انت تافي وأنا نجم أنا نجم يا ابني شو بشغلك؟ فقدر أستاذي السشوار جاهز؟ جاهز أستاذي شغلوه تشوار تشوار ميدو 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 إيخاني يا بابا؟ إيخاني يا بابا؟ أنا ماكذب باتي أنا ماكذب باتي تشوار شعري قلني يخرج بالشعرك هوسين قلني يا بابا ده تشواروني بتشواروني شعري ساخرة شباب م confident oh yeah يوم جميل إن شاء الله غادع برازق جت과�ت سعة أخبارك ليه؟ يեղ ما إنش أنت تأخرت إليه؟ تأخرت إلي كرسي ايه لأ حصل؟ السشوار بتاعي فرقع في البيت السشوار في البيت؟ اه والله يفرقع وانتي عارفة بقى ده ماركة هجيبه منين اضطررت اجيبه واحد محمول صغير امشي فيه الحل لحد انتي عارفة شعري بالنسبة لي ايه؟ تمنى؟ ما عارش جالة ساتبا يا جماعة؟ حاضر يا بيه حاضر ثانية واحدة بيه خدا شوفي شعري طحفة ها؟ طحفة؟ يا ماجد كل الوطن العربي بيتكلم على شعرك الحمد لله الحمد لله بتعارفة ده يا بدعوات الناس المعجبين انا بمشي في الشارع يا عدود ده الناس بتقول يا ماجد يا ماجد ربنا اعل سعرك واترح البركة في فرق واتشعرك شوفك خلقات؟ خوش خلق حاضر يا فن يلا يلا تبطلو يلا أستاذ ناجد يلا أستاذ ناجد ركز ده اسمع حاضر تاني مالمركز يلا أستاذ ناجد حاضر يا بيه حاضر ما هو شعري انا بثبطه مش عشان اروح بيه عشان امثل في المسلسل بتاع حضرتك لو سمحت بجيني وقت يلا يا فن يلا يخشك لك اتفضل قول يلا ستان باي يا أستاذ اسمك يا أستاذ حاضر يا فن جد ما انا بثبط شعري للشغل يا أستاذ أستاذ ماجد ستان باي ستان باي يخشك لك اتفضل قول يا أستاذ ماجد لو سمحت ايوا يا بيه ايوا بيه ما انا لازم اثبط شعري حالك مش متخيل الموضوع بالنسبة لي عامل ازاي؟ انا نازل في المسلسل ده بشعري من الاخر مع احترام للمؤلف والدور سوري يعني وقايل لكل اصحابي على الفيسبوك بصوا على شعري فاديني اديني وقتي لو تكرمت خشك لك يلا قول يا أستاذ ماجد يا أستاذ ماجد يا أستاذ ماجد لا يا بيه مش معه وربنا محلاوة يا بيه يعني اخش بيه منكوش الدين وبعدين سوري شيفونا المنتج فين انا فيه شرط في العقل بيديني الحرية المطلقة للتعامل مع شعري انا اسف يعني احركتوني جدا خشك لك اهو سوري يا غادة وطروني انا اسف يلا تفضل يلا تفضل 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 يا بيه حاضر ما انا بجهز حاضر يا بيه اللي انا طب معا ما تلعب في شعري ما حتش كلمها استاذ الله لو استنى يا أستاذ دي يا واحد انا جاهز يا فانت يلا تفضل خشك لك دور يلا تفضل يا أستاذ فاجئة يا أستاذ كتير كده تفضلي تفضل تفضل هاتي ثلاثة واحد واحد ايه اول مرة تفضل تفضلي أوريك المفاجئة اللي احنا اتفقنا عليها تعالي وريك المفاجئة الفضيع اللي برا تحضري تتخيالي كام لمبة في المكان حوالي سبعة وثلاثين ألف في جنيه وربع تقدري تعرفي انا بحبك قدي كل ده عشاني طبعا كله عشانك الشمع واللومد وصاحب الشمع واللومد انا هتكافيني لمبتين وخلاص مبسوطة قوي يا الجزمة دي مدايقان يا قوي دعاجة أصلي خلي بالك مش ها قدي فيها بوش هتتزبت هيو أكيد البحث يفرفش في بلته فكرة أول أغنية اسمعناها مع بعض كانت تقريبا يطالع النخلة هتلي معاك بلحة أكيد مش هي زي سوري سوري اه كنتموال سجان الغرام لعبده الإسكندراني انت متنساش حاجة أبدا؟ معدرش معدرش عمزة معدرش حط ايدك على سورتي ايو عالسورة نزلي تحت ايو عالسورة بالزبط ايو اضغطي اضغطي يا بت اضغطي ايه رعيك؟ وديك عرفت كلمة السر عايزة فاير واركس سورتي على طول تلاقي كل حاجة تحت عمرك كل ده عشاني؟ مرسوطة؟ اوي اوي الموال ايه؟ ايه؟ عشان انا بحب الست اللي خشابه عريض الله يحميكي مش عارف اوصيفك بايه، طوز، فرز، انت جمل انت يا حبيبتي جمل وعشان كده عايزك تجري رهوان وراي عرا كبرة جمع ما تتابنيش ايه ريت الشياطي ايه ده القرب ده ايه ده تقوليها يا غدا غدا بتقوليها انا مع الحق انا انا شعر شعر انت تايبني وزنك شعر خلاص الحمد لله كان لازم كل الشمي هده كنت هتولع فينا معلش معلش انا اسف بس لازم حافظ على شعر صدقني كنت نقول اطلع السشور بتاعي طوفيكي بس البطرية ضعيفة والله ايه ده انت هتعمل ايه سشوار لا غدا مفيش الزار الا سشوار الا سشوار يا غدا الا سشوار الا السشوار حرم عليكم كسرتيه يا جماعة انا ماجد المصري انا بسجلها على الهوى قدام جمهوري ان انا اعتزلت التمثيل اني مقدرش اكمل مسيرة الفنية من غير السشوار بتاعي عش مشاهدينا سمعنا في كل الاوساط الفنية ان الفنان ماجد المصري عايز يعتزل الفن واكيد خبر زي ده ما كانش ينفع ان احنا نعديه من غير ما نيجي ونتأكد منه مخصوص دلوقتي احنا قدام كارفان الفنان الكبير ماجد المصري عشان نعرف منه حقيقة الخبر استاذ ماجد استاذ ماجد استاذ ماجد اه يا توني بتعمل ايه بيروت يا توني لحد دلوقتي استاذ ماجد لاحظة لاحظة منفضت توني فين الكريمات بتاعت شعر انا شعري بيانهار يا توني انت فهم يعني ايه شعري بيانهار استاذ ماجد احنا نحتاجين حضرتك بكلمتين وانا بقى فيه تليفون اهم من الدنيا كلها انت بقولك ماليش دعوة امرتك بتموت انا شعري اهم من الدنيا كلها بكرا كون عندي بالكريمات باي باي استاذ الخير استاذ ماجد احنا يعني سمعنا وكل جمهورك زعلان جدا من الخبر اللي سمعناه ان انت بتفكر في الاعتزال او فعلا اعتزلت الفن الخبر ده حقيقي هو فعلا انا قلت كده بس ده كان لحظة انفعلية لان اختلفت انا والمخرج اللي مهتم بكل شيء الا شعري وتدخلات وبيدي اردارات غلط للراجل بتاع السشوار شعري كان هيتحرق فكان لازم اقول ان اعتزل بس طبعا مستحيل اعتزل لان انا يعني الفنان مالوش غير الفن يعني انا بطم الجمهوري انا راجع واللي مستنيني ان انا اعتزل انا بطمنه انا مش اعتزل وشعري مش يجراله حاجة طيب يعني هل الاعتزال لي علاقة بشعرك بالنس الشوء انا من اني كثير حيطلت كلام كثير انا مش قادرة اكثر انا سوقت افهم زي ما بقول لحضرتك انه انا يعني احب امشتغل مع مخرج يهتم بشعري امكين اكتر مني لعلم حضرتك انا الفنان الوحيد اللي باخد اجرين مش اجر واحد باخد اجر لي او اجر شعري فلازم ده يتقدر والاجر ده متساوي ولا شعرك بياخد اكتر لا شعري بياخد اكتر انا يعني وده شيء يسعدني هو شعري حد غريب ما هو شعري فعادي يعني كله جايلي انا فهماني اعلى هما لو دافعوا فلوس لشعري هيروح يدو لحما دي ساقة هيدوني انا صح من شعر ده شعري بالحمد لله هل شعرك ده بيبقى سبب غيره ما بينك وما بين الفنانين التانيين لا او كان انور وجدي بس ولكن انور وجدي مكانش بالطول ده يعني استاذ انور وجدي مكانش بالطول ده وكان فيه اسمعت مع بعض الاصدقاء انه كان فيه بعض كلام وانه مش مستريح لي شعري بس طبعا ده استاذنا مقدرش اتكلم عليه ولا ارد عليها طب حضرتك مثلا استخدمت كيراتين ولده شعرك الطبيعي يعني بتستخدم لا انا ممكن يعني هقولك على حاجة موالتهاش لبنت ابدا اسمحلك تمسك شعري تمسكه؟ تمسكي اللي سمحت ده كرياتين ده كرياتين لا طبعا قولي للناس ده كرياتين اللي عند مكدر مطلق لا يا جماعة لا مش كيراتين خالص لا ده كله طبيعي طيب هل دلوقتي لو جالك دور ومطلوب منك ان انت تطلع فيه اقرع هل هترفض الدور عشان شعر؟ والله لو فلس كتير ارفض طبعا تزف شعري يعني لو عرضوا مبلغ يزبطني سنتين ثلاثة احلقوا دلوقتي قدي ايه المبلغ ده؟ خمستاشر الف جنيه احلق شعري دلوقتي خمستاشر الف جنيه بحلوة والله خمستاشر ونتفوت كمان الحياة صعبة اوي يعني الحياة صعبة اوي ولذلك انا بطامن جمهوري اللي ممكن يكون قلق ان انا قلتها اعتزل انا مش اعتزل اعتزل لمين؟ اسيب التمثيل لمين؟ اسيب الدخلة عالكاميرا والهلة دي على مين؟ اسيب الجست لما بقف قدام اي حد ده على مين؟ فيه ممثل فيه ممثل بيقف بالجست دوت والقفيش دوت؟ مستحيل اسيب الكارفان ده المين؟ والله العظيم لا تفليني لا لا بس انا سانية واحدة فليني لو سمعت عشان تثبيتي للناس كلها فلي فلي او اي حتة بدناني لو استاذ ماجد بس سانية واحدة اما الايه مش جاة تشطري عليها وتقوليلي حشرات استاذ ماجد حالك كنت اطول من كده بكتير؟ امتا؟ اذا انا شفتك قبل كده ايه اللي حصل؟ دي حقيقة انت جاي وعندي ازمة الراجل ما جابش كلمات هتشوفوني الاسبوع الجاي اطول مما قلت انا بطامن جمهورة السيرم بيعمل كده؟ السيرم هو طبعا انا كل احسيسي ونموي جاي من فرحيتي بشعري لو متظبطوا فيه سيرم انا بنمو لو مطفي يعني ممكن بعد بكرة لو جيتي ومفيش سيرم تدوري على ماجد المصري مش هتلاقيه لا بس استاذ ماجد انا مش عايزة دايقك بس انا بستخدمش سيرم فعلا؟ لا خلاص انا جايلي انا جايلي انا بشكرك وبشكر اهتمامك والخانوة بتاعتك ان انتوا اهتميتوا بخبر اعتزالي بس بعيدها وبكررها انا مش هعتزل ولا هتنازل على اي دور بيرعد علي بشعر اقرع بنص دماغي وصلي للناس لنفسها ان انا اعتزل الرسالة دي احنا بنشكرك جدا يا استاذ ماجد ويعني ربنا خليناك شعر مرسي جدا مرسي على زوءك برصة سعيدة وكل لسانات الطيبين كنت عايزة هتحرك سؤال بس ما يجيش اي كريم عبال السيرة من ايجي بتاعي عشان طيب تتدوري كلا؟ لا انا طبيعا مرسي على زوءك باي 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 الجمهوري ممكن عشان خصوصياتش فده فده الالف واصل اه منطقة كله دفع الاتوا حما صحيح عما مرامي 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 قوم يا الله مرامي كل دفع اللي تاوى كله تمام يا برنس مجرح حمادة لسه مدفعش حمالة ابن مديحة اه ليه ان شاء الله مسك علي يا زلة بص على وش كده اه شاكلي نانسي مريني كده ليه امه ليه بقى ان شاء الله مدفعش ليه ليلة اهل سودة يلا بينا للا زعين امه النبي دا اسمو كلامي استحمى يا ناس زايا فدوش بالمنظر دا صغير علاقة جدا بنا عملاق اعمل ايه انا كان المفروضة اعيش في البلد كلها عمالقة عشان ابقى طبيعي الناس فاكرى العملاق دا سعيد انا مش سعيد تفضل الحوض كل شوية يعني لازم يتقطوا من قصتي عشان لا ما يمي وبص بص النبي بص البشكير بص في نظر يقد ايه بص هو بشكير انا عملاق هعمل ايه ده حاجة بقى تذهب اهو كله ملمس حاجة الكسر مش معقول للعملاقة اللي انا فيها تيه مش هاخدهش مش يعني انا خايف اكسر الحمام اهو لازم اواطي لازم اواطي عشان عملاق لا حاول او قاتل انا لها ازاك امه عامل ايه بلانيلا بلامك بلازيف انت مش نامو اتغيال لنا العبش الزغير ده اللي مش على معاسنا ياما العبش مش صغير العبش طبيعي جدا انت اللي عينك فيها مشكلة وبصراحة بقى انت مش حاسة تصدق ان ابنك عملاق عمل لك ايه مئة مرة ياما مئة مرة اقول لك بطالي الزتون ضغطك بيعلى دام الزتون ده بطيخة بطيخة انت بقى عمل ايه انا عملاق انا شايفة الزتون تصدق ما تصدقيش عملاق ولا حمادة ولا حمادة والنبي يا ابني بطرق لو دراج المفتاري سيبيني ياما بقى سيبيني خلص الحرة من شرة هو بمفتاري انا عملاق صداقي بقى حمادة ولا حمادة والنبي يا ابني مالفيش اللا انت يا ابني مين مانا الهلف يا ار طب ممكن استعزنك يا معالم عشر دقايق اعمل ربعمية ضغط وانزلك هتنزل ولا اطلقها لك باب البيت ضيق عليك يا معالم Bourne لا 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 يا معالم انا انا هنزلك بالطول بصور عيال حاضر عالم اعمل ايه؟ حبكت معي اموت نهار ده هو فان؟ هيموت 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 هلا انا انا هضربه بادي انا اضربه بادي عملاق يا امه عملاق يا خلتم عاطف عاطف بيرجع تخلي حد يشد عشان لو فضل المدال ده لا يفضل يرجع سأل خير يا معلم ما تسبتنيش يا لا معدرش يا معلم الإتاوى فيه سوري الإتاوى الإتاوى حا الإتاوى بطب الإتاوى يا معلم يعني المفروض بالعقل تاخدها من حد بيخش له على الأقل سبعة جنيه في الأسبوع لكن أقسملك بالله أنا أمي اللي قاعدة جوا ديت يعني بناكل بكر كلينيكس يعني مصدق لي معلمه صح؟ لا مش مصدقك بعمل ايه؟ كده دي أمور شحاتة لا لا عاوزه بالله ليه أنا مش حاتش حاجة أنا بقول لك ظروف يعني انت عارف يا دي اللي بيع سأوامري ها؟ عارف 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 اللي بيع سأوامري عارف المعلم بيحصل له ايه؟ عارف معي بس مع طول الوقت انت والجماعة دول هتح لقولوش أنا بكم الله اه وكمان شد بعيرة بسي رايك أكلم حقيسة حالا حقيق جدا حقيق خالص ها؟ ولا ايه معلم تتوتر ليه فجأة معلم ولا عشان أنا بتحاول معلمش بتحاول لا ما تتحاولش ما تتحاولش أنا الخد ايه مك يا معلم أخرك معي مك مش حاكلة أموري انت بي انا هعرف أن اول أخري انت ببارق ليه كده يا معلم عز بالله من غضب الله ايه معلم اتكلم انا قلب هيوقف ما شوفش وشك مينة غانية ما شوفش وشكينة ايه تادي انا ليه بيز يكون ايه ايه انساني بقول لها ما عادر ما عادر حمادة 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 يا ابن انت اسحى حمادة اسحى اسحى حمادة يا ابن اسويت او هكون عفريت ايو عفريت عز بني ايه انا بحون الله اللي اديت الهلف من قوتي اصحابها منو وديها لك انت عشان انت طايق او من حلال استنى استنى ما تتلطفليش طايب او من حلال ايه انت تعال باستعال انت اديت الهلف قوتك لا انت يا دوب بتشتعل بحجارة عالم انت بتكلم بجات بس جرب جرب انت جيني قديم في الشغلانة ولا لسه جديد لا قديم قديم قوي طب اتلططني شوية من ايه جرب جرب جنه اجه حضر نقد ايه نقد ايه نقد ايه انا هامل انت عايزه عشان حق بيتك عايزنا اعمل ايه بس اسمعني حطيلك في ايدي ومش افسر يلا تنطر ايه موسيقى يا فئي انا فعتش اتوى ليه ياه بص ياد في وشي كده انا الهلف ياه يا حارة موسيقى الهلف الهلف امره مطاع موسيقى 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 معلش اللي عطى مع النظم معلش دقى كده مين؟ حمادة؟ المعلم حمادة طبعا طبعا المعلم حمادة بس انا انا عايز اسألك سؤال انت ايه اللي عمل فيك كده وبيت عملاق ومجانس وحاجات تحيل واوي انا تقول امري عملاق انتو بس اللي مش ميصدقين انتو امي احب فيك الاراضة يا كبير احب فيك الاراضة بس انا عايز اعرف انت حضرك عايز ايه بالزبط عايزك انا جايلك شخصيا انت والصيع اللي معاك سوبياني اعمل لك يا سوبياني ده هقطع هملك همهدل هملك بس انا اطلب منك طلب صغن صغنان جدا والله مش هكتر يعني نزلني انت بس وشوف انا هعمل لك في يوم ايه حلوة نزلني دي انا هنزيلك انا أنا أحنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس أنا بيت عامل إزاي؟ يا تي مدى أنا يا إلواني يا تي مدى؟ يا تي جميلة ولا كل الناس يا تي جميلة شبه إمي ستاس اللي بقى معلم ساردينة كله اللي كده مش هقدر مش هقدر يا نازج إنت عارفة كويس قوي أنا بحبك قديه وعارفة كويس قوي أنا مهما قابلته وشفت إنت بالذات دون أنا عن كل الستات اللي عرفتهم حاجة تانية إسكت خالص يا سليم أنا تعمل فيا كده؟ أنا تتجوز علي؟ تتجوز علي وكمان تطلقني؟ تفاكر إيه؟ ده أنا النازج إسا لإحضار اللي تجوزت أكتر مصابحك جوزت وعمر الراجل مخني وكمان إيه؟ تتجوز علي واحدة بلدي من الحسينية؟ يا نازج إيه دي أرجوكي؟ لسه شبت حاجة يا أهلا يا أهلا دي كده ولا كده؟ إيه دي سكت سكت دي أكيد مفيش زبايا غير كل إيه؟ إيه المسخرة دي هيا؟ يا أهلا يا أهلا آآ اتفضلوا حضراتكم آآ حينة إيه؟ ده بيننا يا أهلا والله عبير إيه ده أراشت اللي بتكلم مين؟ سيبوا سيبوا يعني التربوش واللاسة والشغل ده وكل مش مبينة إن أنا عمدي ولا إيه؟ إسمعي قالت أنا أدخل في أي مكان أحب قاعد في أي حتة قاني بمزاجة قاعد فيه فهمتوا ولا إيه؟ يعني جي عشان أعجم بالتربوشي اللي قاعدة دهيا شايف يا أهلا؟ شايف سليم البدري قاعد جم بها قد السوبر جد إزاي؟ وشايف هي زي حتة الجبلة إزاي؟ لسه لسه شوف لنا حتة نقعد فيها يلا خلصها؟ قادر يا عمدة ده أنت تؤمر يا عمدة أه ممكن أقول لك إيه؟ ما التربوشي ديت الولية ده هي الرفعة ديها لوحدها كده وقاعدة لوحدها لما تقاعدها لحد ما ييجي الناس اللي يمز تانيهاهم ونقضي إحنا على الترابيزة أيوة يا عمدة بس ده قاعد معها بني آدم فين بني آدم؟ حيات النبي انت شاف حد؟ فين دي قالوا ليه قاعدة الوحدة هي وبتتعك لو عبنها مجنونة ولا إيه؟ حاج حاج آآ هي قاعدة مع أحد؟ أيوة سلسلت حول الله يا رب لا حول الله ربك بيخلق كتير وفز يا والي حياتي النبي ما شفتو النبي ما شفتو سلام عليكم وعليكم السلام ظروفك باينة أنا هخلص معاك أنا هخلص معاك تاخد كام وتسيبي الترابيزة دي ودهوري من هنا أخد كام وتسيبي الترابيزة؟ أيوة أو أنت شايف تنرخيص للدرجة دي؟ ما تعمل ليش فيها شريف اسمعي الكلام تاخد كام دلوقتي عادة أنا أنا أقدم وتاخد المبهيمة اللي معاك ديته وتقوم أنا أبويا وأمي ما ربونيش على كده تتكلم بجد؟ يا أبوكيدي أبوك أمك ربوك على إيه؟ أنا أبويا وأمي ما ربونيش خالص واضح أنا عايزك تروح تجيب أكلة كده ترم عظمك عشان تملعيني الولية متشكل يا عمدي تملعنيها يخرب بيتك متشكل جدا سلامي بقولك يا عمدي أقمر تجيب باكو تاني وتكتب عليها باكو أكتب عليدي أكتب علي دي؟ أنا هتديك وارب عشرة كدية تجيب شاشتن بلاستيك وتنزل عليها ضرب لحد ما بلاها صعب هي خارصة ولا ملأ من ببلمة ليه كده؟ يلا يا أد من أنت يلا يلا كله الأول كله الأول هم نفسك وحبه على السلام يا أختي متشكل يا عمدي متشكل ايه الناس دي هاي؟ هو دي هاد يا مليكي هو دي هزيبتين والله قعدتوا في كافيه بعد قعدة الترعة والزريبة عشان تعرفهم عشان تعرفوا أنتو شغالين مع ميه يا نهرك اسود ومنيل لا هيتوا لو أنت قعد عالكورسي جنبيه استغفر الله العظيم تحب ناخد الأردر دلوقتي يا عمدي؟ تاخد ايه؟ الأردر ايوا كده عالي وسوتك بايا من الرجال البقاء يبدولش غالين مع أميه ايوا ناخد الأردر تأكلوا ايه يا جعانين يا بهاي؟ أنا أكل ذا كرباط ذا كرباط ونتقعد عند عميتك استعم نتاعك فيه كافيه انفهم ايه؟ انا هطلب لكم مش هتفهموا حاجة اسم وايوت سوس ولا ريت سوس؟ استنى ما أول مرة ييجي هنا تاخدوا وايوت سوس ولا ريت سوس؟ ها؟ لا ما بيسمعاش هو ما بيحبش السوس ما تجبلوش سوس وهاتل تاكل ايه يا ولا؟ ايه ولا دي؟ حد دي قابل نعمة ربنا بالوش ده هو ايه دي؟ انت جاة تقتل ولا جاة تاك؟ افرد خل ايدك خليك تطفح هاتلو اسمائدي هاي اللي خدتها هنا من يومين؟ استروبوري بار كيك استروبوري كيك استروبوري كيك واكيلك استروبوري كيك بس هاتاكل زابل عفانة والتانب والقرب دول يا ما نفسي تولع وانت جنبي حياة النابل هشققط غشقطها ولا مش هاتوا حاسين بايه انت هشقطها صاح؟ انا حاسنا هشقط اه يا خرابي طيب وسيتك هتاكل اي عندي اني ما باكلش يا ابني اني ما باكلش انا باكل حب مصها جنبها زي العمارة عمارة قاعدة وجنبها حتة وردة ان شاء الله هيولع شباً ما تيمشي بقى عن تاريخ الموافع تيحي بققه واسنانه أكتر من سنان بلا قدمين العديهيات لاحظت ولا ملاحظت؟ اقتلوا! تقتل مينة؟ كول بس الله يخرب، انت مولودي إزاي يا ابني بالكيش؟ اللي يستعمليه في بيتك إزاي؟ إيه ديه؟ ما خدش المشروب بتاعك ليه؟ بابا شبابش حاكي، أنا ما بحبش لمشارب ولا زيفت أنا جاي للسلحضار جاي للمبة عيلة السلحضار وأقتلك ليه؟ أنا مش هقتلك ولا حاجة أنا ساعتها هتجاوز أول كلب يعادي قدامي دلوقتي قلتيها أخيراً مساء الخير يا نزج القلب والروح انت تاني؟ ياه انت يا سليمان؟ ما بتقسش؟ لا ما بقس يا أخوي هو وراك وراك إن شاء الله لحد ما فليسك ما خليكش تملك علبة كابريت تبقى بتحلم يا سليمان السليمة عشان حد يفلسوا محتاج سنين واسنين طب بزمتك، انت لو راجل بتحس و بتفهم يبقى ديه الحوار الدارد من الوقتي وقاعدة معانا ست الناس الألمظاية ده هي لكني انت هتحس منين؟ توخناك قالب على سيدي راك دايس على مشاعرك هتحس منين انت؟ وسكوا بقى بعدين بعدين وحشتني يا نازك انت باين عليك الجننت يا عمد طبعاً الجننت ومن يشوفك ما يتقش تلق أفراسك؟ مين يشوفك وحواجب متلعبش لوحده؟ يا خبر السيد سدقى انت أحلى من ايه بالنسبالي؟ ايه؟ أحلى من أحلى لحظة في عمري بقضيها يعني عارفة ساعة الأوالح متاعت الدورة لما بتولع وتعمل كده راكية نارو عليها براد الشاي تحت النخلة كده في العصاري انا بحيت باللحظة داية انا بحيت باللحظة داية ولاجل العيون داية أوالح اوالح ما تحترم نفسك يا راجل انت وتحترم سنك ايه اوالح المولاعة دي؟ ايه ما تحرفش اوالح مولاعة وانت بتكلم ليه أصلاً ايش أخشاشك؟ انت قاعد معنا عالطرابيزة قوم غور في أي داية من هنا انا اللاعد ليه؟ ايوه اللاعدة بقت سرية وخاصة بقت ما بين العمدة وستة الكفر ياعي ستة الكفر؟ ايوة ستة الكفر والفددين والترع والملك دا كل ايه ستة الكفر دي؟ بقى عمرت ايه بقى ان شاء الله؟ بقى عمرت انها هتبقى مرات العمدة انت بتحلم يا عمدة انا واسليم صحيح متطلقين بس خلاص قررنا نتسالح ونرجع لبعض ايجعل ايه؟ هيفيدك بايه؟ اتغرأتي بتربوشه ولا البدلة اللي لبسي هتعمل بيه ايه؟ وبعدين التخان مضرين فيه جواز ومتعبين اسمعي كلامي فعلا؟ ايه شوف العسورة اللي قدامك يتحرك في الدار كده ما تحسيش بيه ديه متعب ويتعينك في الصيف قوي بتخنوا دهو اسمعي كلامي ديه لو صيفت بيه يتقبض عليكو عالب لاج ديه هلبس ميوه دي شوفين ايه في الميوه؟ شوفيني وشوف عودي اسمعي كلامي وبعدين ايه بالنسبة في الجواز مش مكان ايه متر ونص اعمل جلابيت ايه؟ روح اشترير اربعين متر بقى عشان تسطوري لحمه دهو اسمعي كلامي اسمعي كلامي يا نزي كنتي بتحكي عليك بعض قدام ولهو عقدر يرد علي يرد اسمعي كلام السلطة حلوة يا بنت الناس بقولك يا سليم ما تزعلش نفسك سبني انا ماتر وليه متر بحنا كلنا حلوين لسه؟ اوامرك يا هانيم انت عوزينا نيجي عندكو هنا مرة تانية ولا لا ليه يا هانيم في حد زعل سياتك ولا حاجة؟ الاستاذ اللي قاعد ده احنا ما نعرفوش مشوفناهوش ما كلمناهوش وما زالك قاعد هنا وسطينا معقولة العوندة زعلك يا هانيم وسطك متعرفوش ولا حاجة يا عوندة بس يا ابني الرغي لهوان حياة النبي حياة العوندة يقوليني مرة واحدة سلامونتي وانا اومي لها وبعدين بقى ولا بعدين سلامونتي سلامونتي عايزة تخنده يسمحه والنبلة تفرسيه وتوليه لا ده مش لو يجيبها البر بقى المهاردة يعني هتعمل ايه قاعد ومش نوى جيبها البر ورينها هتعمل اطربوشك ده اومي يا سلامونتي اوم بقى والله انا كانت تناوي انا اضرب العرة اللي قاعد جنبك ده اومي بس الي هقوم وانكبز بمزاجي احسيبلي كمكي النافاند اللي معاك بفاندس مرسي تسلامي تسلامي سلام عليكو يا دياريخي مع السلامة يا اخي ما هي سلام عليكو سلام عليكو يا ست الناس وانت هسابك معا هيا يا عمدي سابع ولا دابع والي يا سؤال يا والي اكيد خلص معاه خلصت معاه هواني منقوكم وشقموكم علي ونظرة عينك المرعبة دهيا هكسب في حياتي ربح ساعة ايه الناس ده هو اني غلطان اني غلطان اني جبتوكم من زبيبة الحلاليف وشغلتوكم معايا ايه ايه يعني الوزة صارت صارت تارت منين يا أولادان العمدي استنى عليها شوية سليم ايه ده يا سليم انت بتخدعني رجعت لها ده حلوة قوي لباناها هتولع يا ولد يا رب الولادانتو والله ها هو يلعب معر تقول لها انا مين انا الاميرة نورهان مرات الباشا مراتك مراتك هام انا عايز اسألك سؤالي ما جاش في بالك وانت بتصف الرجل هتتجوزيه غير الكلب ايه ده خزعتيني وخلتيني انه هوه قدام الغفر بتاعني يوصفيني مثلا بأسب بجمل بديناسور اخصش ضرب عليكو نار كده وشرفك بس معلش طهون الهوهوه عشان عيونك يا ام تجوزني يا سليمان بصراحة انت فاجئتيني اديني شهرين تلا تفكر ايه فتورها يا رب يا رب ما تتقتل في الولادة يا رب أقومة بالسلامة إيه ده بس يا عمدي؟ إيه ده إيه ونيلت إيه؟ إنت مش عارف سيتة كنازك سيتة كنازت مليال فرافير دهية بتاعت الخرم فليكس والحاجات دهياً ما تستحملش الحزء والولادة الولادة دي حاجة بسيطة إيه سأل ما ده؟ إنت جاء تستزرف ومراتب تولد بقولوكو إيه؟ أنا أسود لحظة عندي دلوقتي موطراني ومجنناني إن إنتوا نتنين معاي سيبوني في حالي بقى والشوك وشوك ما أنا خايف تخلي بورس إحني إيه يا عمدي؟ إحنا حضرنا كلهم لدعت عياني كنت تستوى اللي إيه؟ لا ما نسيتش يا أخويا كلهم طوله عيال منظورين اللي عينه معهوفة واللي رأسهم القاسة كيدي واللي طالع عهبل مش فاهم حاجة فبعيدوا عني أبوس إيديكم عايز خلفا نضيف يلا غور من هنا غورم النبي يا رب ما تتخنق في البنك نجيها يا رب نجيها يا رب نجيها يا رب ستولها يا رب يا دكتور انت خارج تشم هوا في البلاكونة ما تطميني مراتي عملت إيه؟ أهلا أهلا عمدة إحنا لسه هنتعرف قولي السيبتي جابت إيه؟ مبروك جبت بنت واسمها زهرة طب بنتي وعرفناها نعمة من ربني ومين اللي سماها زهرة إن شاء الله إدارة المستشفى هي اللي سمتها رسالة النبي أيوة ده أوفر من المستشفى المولود معاه اسمه مجاناً أوفر إيه ونيلت إيه؟ قاني الأب وأنا اللي سمي بنتي يا ناس دي بنت خاليد المستشفى وقالت أباً بالله أنا مقدرش أغير اسمها والله العظيمة تقدر تغير اسمها؟ خلاص متشكريني يا رب بنتي واسمها زهرة نعمة من الله الحمد لله وطميننا لصحة البنتي نازلة حلوة كده البنت بسم الله ما شاء الله عليها بس خير بس خير عندها عيب خلقي مقدرش أعملك حاجة فيه نعمة ربي أيه هو العيب؟ البنت هتعيش في أول فتراتها بشكل طبيعي وهي كانها آثار الحكيم آثار الحكيم؟ مهم وبعد إيه؟ في فترة هتتعرض لحورات حركات تغيرات هتخليها بالتبعية تبقى إلهام شهين إلهام شهين؟ إيه دي؟ وأنت دكتور الله عراف ليه بس كده يا رب يجي لبيت تعيش معها لأنها أصر وحبها واحد إن هي وفاقة تبقى إلها إيه اللي أغبطت بهياً اهدى يا عمدة اهدى هتعترض على إرادة التربونة اللهم اللي اعتراض يا سيدي اللهم اللي اعتراض في حاجة تانية يا سيادة العرف لا يا عمدة تقدر تستلم المولود اللي اسمه ذكرى اللي هتتحول تبقى إلها يا رئيس نحن لسي قصنا نستشفى حالة هطمينك يا رئيس هطمينك حاضر يا رئيس حاضر يا رئيس هدفع كل حاجة حاضر يا رئيس أنا زهيت من العنبر ده زهيت ده جاي بفيلمي إن شاء الله إبراهيم الأبيض الإصابة إيه؟ كسر واربع متاوي إيه إبراهيم الأبيض وكسر واربع بمتاوي يا سوني ما تتعدني انسي بقى شغلتك القديمة ها ولا حنيتي بيتي بتشتغلي في مكان واحترم وده؟ ده الديلر ها كان فيلم حلو قوي قوي سلامتك 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 ما تخافش خليك سابت خليك سابت خليك سابت ولا بتعمله حاجة الراجل أحمد الساقة ده بيعمل شغله بنفسه وانتو تروح تتنططه بس وتيجي بتعملولي فيها مشكلة في المستشفى إن الله وإن إله يا رجعون تحاول علاقات لإلا بالله آااااااااااااااااااا captاء ه Vilha لمحالف ايه ده يا ابني μας ده يا سلامتك إه ده أنا دكتور أنا دكتور ماتخافش ماذا؟ اه ده ثانية واحدة ضعيلي يدي هنا عربته ده هم؟ خلاص، خلاص، خلاص انا الب Hいる Mfia look Ehh? Millo Bailoo باقول Path Blume مش عايز تِيه بالو الكلام كويس في ردبة بتل lamentable فيهن حتة ده هكذب في التقرير ايه؟ بتلائ امسك نفسك أنت كمان أنا مش فاهم بيسوت ليه أنا مش فاهم بحسب إلي حبيب يحكيني أيه الموضوع أنا كنت رحه عامل دبلير احمد الثقة فالمخرج قال لي نط من عمره الاعمارة قلت له ازاي قال لي ده الاستاذ بيعملها عادي يعني في التمارين الصباح. ايو استاذ احمد الثقة يعملها انت كذاب انت بشكلك ده دبلير لا احمد الثقة احمد الثقة بمنتهى الرشاقة. كذب مش عايز انت شكلك متخانق في اخناقه ومش عايز ان ابلغوا البوليس. قول وخلصني. ما هو قد طلع بشخصيتين. مصر. وبعدين الانتاج اغراني. قال لي هنديك فوق علبة الكشر علبة اكمالة. وبعدين انا هحكي لحضرك الحكاية من الول. ده لست تحكي تاني. الحكاية بدأت من وانا صغير. كان يبقى صفح عندي متحان قملة وخط. كنت سيبلي متحان. اه. بس بس كمل كمل. كمل انا مش سمعك. كنت سيبلي متحان والمزاكلة وراح اتفرج على فيلم الاستاذ احمد الثقة. اه. وبعدين لما كبرتها. اه. نتخيرش كمل لما كبرت اللي حصل يا مجبرت بقى الحصة. اه. اه. تقول الساقة راح الساقة جهة. انت الساقة راح الساقة جهة. انت مجنون يا بدي. لاني جريء زي وبالزبط. اقول كده عشان الجرأة مش عشان الشك. اه كنت امشي بعد الساعة 12 عادي مخافش يعني. يا راجل. اه. اه. بقين عليك. وكنت ساكن في التالت. اخد السلم كله جريء. اخذ سلمتين اه. انطهم. انت بتنط سلمتين يا كذاب. يا فيل. بط الكذب. اه. دي خلاص دي خلاص. حتى مفيش. وطي صوتك باعز اسمع صوت عدمك. اه. لا ما فيش. مفيش زأزاء في العرفة. اه. اه. نعمل شوش الله ربنا يا كريمك. ده الساقة جنن الناس. مش معقول. مش معقول. دي حاجة زاني. اه. اه. انا عايز اعرف اخف امتا. ليه? علشان اتدرب على نطة الشلان. انت دي الشلان يا كفادي. يا بقى. يا كفادي انت صدعتني. انت صدعتني. انا ازهقت. ثانية واحدة. وانت كمان بعدي عني كده اعايز اخد نفس. فقالوه. اه يا راني. اه يا فوزي مفاجأة. خير. اصلي ابنت انطولوله طلع بيشتغل في المساسل الجديد بتاع احمد الساقة. واني اللي هو هيخدني اتفرج عليه ممكن. بصراحة انو استاذ احمد الساقة عايش معايا في الشغل وفي البيت وفي كل حتة. يعني ما بيوحشنيش. يا فوزي عشان خاطري. حاضر. هواديك. حاضر. هاجيلك استوديو ايه? جلال? احاضر ها طب خلاص خلاص. واتعزيمنا على حاجة ساقة اه? وبالمرة نتفرج على استاذ احمد وبيمس. اخيرا هشوفه يا فوزي. باي باي يا حبيبي. باي باي يا حبيبي باي باي. ايه يا سونيا انت تجن انت. ما قلتلك بكلم خاطبتي وانت عارف ان انا خاطب. يعني اللي في اتناخك داشي ليه خلاص. احترمي نفسك بقى. اعتبر نفسك شعر. مخصوم منك. فهمنا? العرف ده. يلا يا ابني. تمام. اسوأ اسوأ. مش عايز ما يوقعها. اللي يخش شالبس على طول. يلا بساعة. عد. ايه باهي. بسلك ما تجيش في تصوير. انا فيه. يلا. يلا بساعة. ساخر يا راني. سورة اتأخرت عليك معلش. حلو اول مكان. اول. النهاردة كان الشغل كده في المستشفى. موت. وكلهم ضحايا حبيبي كاستي. دوبلرات احمد الساقة. كفية انك جيت يا حبيبي. معقول يا راني حاجة تبسطك وما تجيش. انت فرحانة تبحيد احمد ساقة كده. اهوية. هتشوفيه هتشوفيه. بس على فكرة قريبة ولا ابن تانطولولو دي شخصية هنا ولا هزقون. ابن تانطولولو ده صاحب احمد ساقة كده. الروح بالروح ببيس بوش بعض. حلو او عشان بصي انا عايز ايه تشوفيه ونروح للغضة بره. اوكي. دي مبسوط. حلو اه. هو اسمه ايه. جميل سفينة. جميل سفينة. لو سمحت يا فان. فيه هنا الاستاذ جميل سفينة. سفينة. اه. هو سفينة بقى استاذ يا سفينة. سفينة ايه عم الماركب. شكرا برسيه على زوجك. برسيه يا فان. دول اصلا شكلو مش مهمين عشان كده ما يعرفوهش. لا الاصلا واللي واضح ان احنا هنتهزق. ممكن عزمك على الغضة بره وهو اديك لحمد ساقة. انا عارف مكان بيلعب فيه كورة. لو تكرمت. لا يا فاوز. انت يا ابني. ايه يا ابني انا متكلم بسلوب احسن من كده حضرك تميل. انا هنا مساعد انا اخي جوانتا لتكلم بسلوب احسن من كده. انا بتعمل ايه ومدخلتش ليه مع زمايلك. لا حراك واضح ان فاهم غلط. انا دكتور انا مش كنبارس انا جاي من خطورتي هي بتحب احمد الساقة وعايزة تشوفه بس. دكتور. انا عصير يا استاذ. عصير ايه يا ابني انا عايزة اهوة. ايه الا اهوة ده غوم الوش. حاجة تايف. امر حضرتك. انت هنا جاي تعمل دوبليل احمد الساقة. انت فرحانة دوبليل ايه لا انسى الموضوع ده مستحيل. مستحيل ايه. اتضوو. اتضوو. ايه قوتين. ما تقول لف وترايح نفسك. لف. ليه حضرتك من حق اعرف. اشوفك اشوف. شوفني ليه قلب تهريك. انت هتمثل هتمثل. مش همثل. بقولك ايه لف. استغفر الله العظيم. خير. ايه ده. خير. ده انت وقبك وقب احمد الساقة بالضبط. صحي انت كمان. لو سمحت بلاش تكلم في الموضوع ده بيعصبني. انا جاي الزيارة وهروح. متشكل قبل. بقولك ايه هما بيدوم او بعين جنيه. انا هديك عشر جنيه من عندي يبقوا خمسين عشان وقبك. هيدوك خمسين جنيه. خمسين جنيه ايه يا رانيا انت عامل فيها حركة ولا انت بتراجي. وفي وقبت كوشوي لو عامل حسابك انه اليوم كله هيضيع وان ان انت هتبقى هفتان من انا عشان انا طوع شواج بتطوع شوي. انا كن كشي. رانيا اعقالي بقى. متشكل او ممكن تشوف شغلك وانا همشي لو سمحت. احمي يا رانيا. فوسي انت عارف ان منونة عندك اتبحك باحمد الساقة. انت نسى قدي كده. انت نسى قدي كده. مش. ما اقولولي في حتة تانية امثل ايه يا رانتي مجنونة. ملابس. ملابس ايه. انا مش همثل حضرتك. لو هفسخ الخطوبة دي مش هعمل كده. ما تشدينيش. ما تشدينيش. ما تشدينيش. طوع ايدك. طوع ايدك. ليك يا ابو ابي ترد عليه. طوع ايد. طوع ايد. جاهزوا على المشهد واحد. مسلسل للبيجامة الحمراء. واكو. يا ريت حضرتك بس اي حاجة تتحط على وشي. يعني انا بشرتي حساسة بس خلي بك انها دكتور وعارف يعني. انا تقريبا كده بقيت شبه بالزبط صح والنضارة. خلاص ايه الي نقص عشان ابي احمد السقل. الحسنة. الحسنة؟ تفضل حط الحسنة. ايه رأيت. ايه ده. ايه حلوة. الله. انت بقيت شبه بالزبط. انا شاكلي هحبك. شاكة قمال انت ما كنتش بتحبين إليس البواخة دي ما تكلمني عادي. نا يعني قصدي اكتر يعني. لا 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 طلع. احمد السقل احمد 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 ايه ابن خالتك اسمه الاستاذ احمد. بابل ما حد يسمعنا كلمة. ايف. ايه حكاية تبتديت احبك دي يعني انت الاول ما كنتش بتحبيني. لما بيتش احمد السقل. خلي بالك من كلامك ها? فيه احسان. وانت كل حاجة لازم كده تتعود. لا عشان قلتيها انا حسيتها قوي. خلاص يعني في ايه? ايه اللي في ايه? انت تعالي صوتك علي قدام المكانة. انت بتخلمني كده ليه اصلا. لا وات صوتك وات صوتك. ايه تعملي كده. وانا غلطان انا جيت معاك اصلا. مش رد عليك الوقت. وطلالك باست قدارة رد. عمدها في البيت يلا يلآ يعني اعمل دفن كويس. طيب يلا تفضل. فضيع الفضيع. ايه اللي فضيع. احسان يا الله. قل مفروض افكر الف مرة قبل مكنة واحدة تفع زين. طيب جاهزين ابيت فضل. انا ممكن اره حوماتك الهو لا فكر بعد اللي احنا داخليين اعمله. احسان احسان احتيemeان ما كاملتش معي. عانيك ما كاملتش. احسان ماشي. ماشي. انت مسكني. حلاك الكلام كويس، كيف تتكلم مع الدكتور؟ لا، لا، وإيدك، إيدك، إيدك معلش، إيدك ما تمدش إيدك على الهلسة تتكلم كويس ماشي، أنا بتتكلم كويس، إحنا جايزين لو شمعت، أنا عايش من الدكتور باوز يلا يا سافتة بالدنيا الورق ما اللي بحكي لك عليه ده هيقلي بالدنيا هينسي الناس مين السقة بتاع الزمان؟ اشرب اللتي فين الدبلير هيعمل مكان الأستاذ؟ هوا يا وايس فين يا ابن الدبلير هيعمل مكان السيد أحمد السقة؟ ما هو واقف وهو يا وايس؟ ده؟ ده هيعمل مكانه أستاذ أحمد السقة؟ أيوا يا وايس، أهو وقبه، وقب أحمد السقة انت مجنون؟ ايه علاقة ده بأحمد السقة؟ انت عايش الموتني؟ التاني زابط وهي في عصابة وبيخطفوه وفي دراما، دراما انت عايش الموتني؟ مين ده؟ يعني بعيداً عن ده لحضرتك قلتها أنا مقدر موقف، مش الأستاذ المخلق برضو؟ أنا مقدر موقف حضرتك مع حضرتك الدكتور فوزي أنا فعلاً ديم الشغلتي وأنا حاولت أقنعه برا هم اللي زقوني واللطيفة اللي بتحب النجم، ثانية بقى ثانية عشان انت خنقتيني لطيفة حضرتها خطبتي بتحب النجم موضوع يعني بقى شرحه بعدين أنا متورد ولا حاجة، أنا أعتذر ومعتطلوكوش الدكتور طيب أعتذر بعد إيه؟ ما هو اللي قاعد يقوله وقب ومش وقب وهو اللي مش عارف يشوف شغله يا فاني؟ يا سيدي، أنت خلاص، أفسدت لي يومي النهاردة مش معقولة كده؟ حضر المشهد بتاع الدبح خدا يا واس أهلاً وسهلاً أهلاً بحضرتك، أهلاً وسهلاً ربنا يخليك لحظة واحدة، لحظة واحدة، عرفك مراتي، إن شاء الله مستقبلاً وخطبتي حلين، أقمر طيب، البت اللي كده هتبدبح في مشهد الدبح موجودة؟ لا، مش موجودة هوايس ما كدش؟ إحنا كنا عايزينك معنا في مشهد بسيط كده لا، أنا خطبتي بتمثلش، ممكن أعرف المشهد؟ لا، لا، ده مش ردة، هتبدبحي فيه باشاً هتبدبحي؟ هتبدبحي؟ أنا موافق يا عبيطة، هتمثلي في مسلسل بجمل حمرو مع النجم اللي بتحبيه أحمد الزاق يا بتي ما تخفيش؟ أنا موافق لا 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 هيدوك كوشري، مش هتدوها كوشري أنا تحذر؟ واربعين جنيه متحذر يا فوزي؟ يا فانديم، تأكد إن هي هتبدوش الزوعدين الرعبة، أيوة فوزي، بص 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 بحوكي بص أطفال، أطفال، أبرياء يا راهم للخطوبة افسخيها فداحيا، أنت لازم هتعمل المشهد على جثتي أنا موافق خلاص، ماشيوا، احنا كمان موافقين، فارس سكينة الزبط، أيوة، 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 فوزي عشان تقول للليل والنهارة أحمد، ساق أشرابي بقى أشرابي، خير يا سيد أحمد حلوة، أنا موافق كده بسيطة، و... ملابس؟ مبروك، مبروك مؤدما، مبروك يا حبيبتي يا أنا أنت، خلص زعمك الساعة لنفعل جهزوها للمشهد فوزي، 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 أنت مرمطيني هي مشي تفندم ده بيني وبينك بقى لو تكرمت الراجل اللي هيعمل المشهد بالراحة على الموضوع هيقلب بجد لا لا، ما تخافش، إحنا عندنا ناسة بروفيشنال هيتبحوها من غير ما تحس ما شاء الله واضح بروفيشنال بسم الله، ما شاء الله حالك بيتجبوا الناس دي منين هيا يا رامي، كله جاهز؟ جمزين يا هويس النسوان اللي هاتم سح الأرض والدم موجودين؟ حاصل يا هويس طب كويس هيا متوترة بس هيا هاي متحوا إيه؟ الدم دم؟ أيوة دم بتاع السلم يا فاكرة بجد هراجم خوفها زبع ما تخافيش دم يا دم أو أنت تمثيل يا بنت يا ماناسة قتلت ممثلات هل ماتوا بجد؟ خليكي مثقفة بقى عاوزكم تركزوا معايا الممثلة قدامكم هاتمسكوها تتبحوها ايه؟ تتبحوها بعد ما تتبحوها انتوا عارفين شغلوكو وخلاص بقى انتوا عملتوا ده قبل كده كتير انت بنت حلال والله أول مرة تمثيلي مع نجل وكنوا بفضل أحمد الساعة يلا يا جمادي ما تخافيش بقى خليكي بلا فوز بلا بتاع اسكوتي بقى تعالك كده بقى فوزي عشان الدم ما هيتفرمش يلا يلا استأنوا لما قولها اكشن اكشن هايل هايل يا نورو برابو برابو يا مهاريس ويت انتوا لده مهاريس اتضبطي اتبه وخطفني اتضبطي اتدى بحاجة اتدى بحاجة اتدى بحاجة يا هبلة تقومي جرية هملك ها عايز اشوف احمد الساعة اول واحد سابق وجاري مهاريس ارواح اسمعك تقول اروح الستوديو تانى ها اروح اجابلك الاربعين جنيه ولعلبة الكوشري انت متحاصدر يا الله قدامي يلا فضل استادة نفسي أستاذ أحمد سقع الحقيقة هو نفس الطول ونفس الهيبة ونفس الشموخ زيك يا أستاذ أحمد فاكرني ولا لأ أنا اللي عملت دورك في الفيلم الأخير فاكرك هو أحشفاك وزي ما نطة العمارة جات على أخير أنا مستعد نطة الشلال حبيبي حبيبي بس أنا رجالتي ما يبقوش كده رجالتي ما يبقوش فرقابتهم رجالتي ما فيش جبس رجالتي لازم يبقو جمدين الرائبة لا لازم امرانه اضرب يا أستاذ أحمد لا من غير مقدرة بص بغير رابرة وحس 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 الله أستاذ أحمد استناني هنا هروح أعمل ميكياج المشهد جديد وجيلك ها اتفضل وصصح هايل 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 الله الله لو عيدنا اختفي كمان ممكن اختفي هايل هايمدون سلامة ساردينة رئيس المنظمة وبقولها لكم بكل وضوح وصراحة المنظمة مش هتسقط قصات ضغوط اليو اس اي ومكسيكو سيتي كلها معايا وبتسندني صفقات الأسلحة والعمليات الإرهابية حتتنفس بمواعدها وجدول الأعمال هيقراه عليكم ماي بادي كار ماي رايت آر دراهني مي أنا باعتذر عن التأخير إن كنت برجع برا أوفر فسمحوني وأحب قبل ما أبدأ أي أول أي كلمة تحية عظيمة لراعي الإرهاب في العالم الرجل الأول في الإرهاب والدم ميستر سلامة ساردينة أنا بوجه كلامي لأصدقاء الإرهابيين في كل مكان في العالم السادة الأفاضل من الشبيحة السادة الأفاضل الذين يعشقون الدم الذين لا يعرفون طعم الرحمة الذين يعشقون القتل والقتله بوجه لهم كلامي أي حد طيب مايسمعش اخطابي النهاردة كل الأشرار في العالم هم أخواتي وأخوات الرجل الطيب ده أقول لكم القرارات اللي اتخذتها المنظمة العالمية التهريبيان للإرهاب والسلاح القرارات كلها في مصلحتكم وهي كالتالي أولاً تصدير عدد اثنين كونتينر آلي وفارد خارتوش محلي للمقافة العالمية وكل ده ليجل عشان ما هادش يجيقول إن إحنا برا القانون كل ده حسب التفاقيات التبادل المخدراتي والسلاحي زاعد طلبية مطاوي أرن غزال وربع مليون عشورة للعمرانية يا إيجيب بعملية اختصار جماعي لكل معارضين مستر سردينة إنت راجل ابن حلال مضربش سوري أزعكتك كتير بالمناسبة السعيدة دي والاحتفال ده بنجاح الصفقة اسمحوا لي إني أشكر ميسيس ماتيلدا سردينة زوجة العم رفيقة الضرب ساعد الهنى علي اللي عمري ما حنساها اللي طول ما هي جنبي بحس بالأمد والأمان انا سمعت صوت رصاصي يا متولي لا يا رجل رصاص ايه ده فاك في الشارع اللي وراهنا ايني ايه اه حاسي اه متولي سيدي انا بصير انا سمعت صوت رصاصي رصاص ايه الوهم ده انت لابس قموز باياء الزراير اتدت تفرقع مش قد تبعيكم هدي يا معلم اه يا متولي انت متأكد طبعا لا لا اهو هتعملها اهو هتعملها وتموت يا تجراسي يا معلمي واستاذي انت ما يفضل بالنسبالي اتعم في الايام الجيرك متولي امورني مصيتي الاخيرة ليك اه انك تفضل طول عمرك مخلص مخلص ليك الى الابد يا سيد حبيبي وداعني يا زوجتي العزيزة اوهر اسود مات 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 انا اعمل ايه تتجاوزني يا بتولي طبعا انا اتجاوزك حياة لانكواز اللي غار في ستين داعية انو كنتبعهم اجبيك منزامين بس ماكرتش عايزة تخطى البرتوكل بتاع العزوز ًا سع除ينا سلامة ساردينا الباديجاردي بتاعك ده إيه؟ استخدام أطفال؟ هاه تFinستزرف ونتجاوز الحدود أطفال أوكي أوكي ينا الساعدة الصحفيين لو سمحت أقفوا جما بعد كل ده من نوع من نشر فه malicious mail اشتركوا في القناة 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 كده يا متولي كده ما تفتكرش تقولي كل سنة وانسي طيبها في الفالونتاين فالونتاين ايه وزيلتي فالونتاين ايه انا فوق دي ما انتش شايفة بهب بايه انتو مش عايزين تاكلوا عيش هلا ايه انتو تغيرت يا بايبي يا سيتي متغيرتش هلا حاجة مش عايزين قمس بقى وانتو مش عارفهم عزتك عندي يا وله ولا ايه انت من بعدك ما فيش نسوان مات وخلاص خلصة جرب انت وموت كده اعتزل النساء ما تقرفينيش بعشوش عندي شغل وشغل كتير كمان والعمل زي ما انت فهمه واجب لازم الواحد يتقينه عشان ربنا يكرمنا صح ولا ايه اه نسبور انت بس شوية كده انا خلقيني يومين واخدك ونطلع على بلطين نقضي احلى يومين فاحلى عشة هينو الحتة دي يا مسترسي كده زيتني بعد كل اللي عملت قولك يا ماتولي انت مش هاسب اي حبا محمه الله تبقولك ايه حركة يجلك معايا كده حركة بيرابي اه لا خلاص هيكس بقى ساندييجو شين السلامة وبعد حد ياخد الرجلين اه اوديو عامل ايه ازاي الخواجة بقولك ايه فيه رجل ايه من رجالتي هيقولك دلوقتي خبطوا عليك بعد الثانية واحدة اه اه من رجالتي القريبين قوي ققد معاهم ارغي كلمتين كده وقتلهم ايوه بعتلي دماغتهم خونة يلا باي باي اوديو عملت ايه يا وطفل وللت قطعت للصين كله تمام يا بص مية 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 جود مورنينج مستر متولي جود مورنينج يا حلوة انت ميه سانيا ساردينة بنت ساردينة انت بنت المعلم ساردينة ايوه اكوني بنت متيلدة لا بنت واحدة تانية ما شاء الله ما شاء الله تعالي حبيبتي عند عامك شاف المعلم سابلنا صبايا حلوين ازاي لف يا حلوة لف لف حلوة اوي يلا يا ابني شوف شغلك حدر ورقة عارفة يلا هنعمل ايه يلا نتجوزها هنعمل ايه معلمي معلمي شون عمرك عصير يا بص يا ابني لحمينة هنرمل لحمينة في الشارع دي بنت سيدنا وتجراسنا انا رمز حياتي الوفاء والاخلاص يلا سيبلك ايدك ده اخده على فوق يا ايه يلا مع السلامة معلم سابينة هعمل ايه لازم اشيب من وراها ايه يا اوديو جولك الرجالة عملت ايه موتوم ولا تجننت يا اوديو بتموت رجالة يا اوديو انت ايه جرام اللي انت فيها دي انت هتستحبل طيب خليك مكانك انا جايلك يا اوديو خليك مكانك ولا بقولك ايه ده في قطط ولا ايه يا ساتر يا رب انت مين انا اخت المعلم ساردينة مين اخت المعلم ساردينة تعال 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 الله اتعال المعلم ساردينة وما جايب المعلم ساردينة مساء الخير يا حلوة الساء النور اتغنداري اتغنداري ما شاء الله انا اول مرة اعرف المعلم ساردينة الله ارحامه لي اختي بالحلاوة دي لا ده من زمان اقمريني يلزم خدمة قلبانا وتعبانا ومش لاي حتة تقويني ما تجبر بخطري والله يجبر بخطرنا كلنا والله يعني انا كان عندي الساعة ده بس مش للدرجاتي بصراحة مش للدرجاتي سنتيجه ايوه يا حلال اصلي انا هكافك عاسل دي تعالى شوف القمر مين دي؟ ده اخو المعلم ساردينة خبيه عننا حذر ورقة عرف يا حبيبي ومبروك عليك لا بشيب افراحة يا روسا افراحة 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 سيدة الاقمر السوداء نا نا اللو سلام عليكم يا ابني عليكم السلام يا أمي يا حنن يا حنن روح حتة تانية لا يا حبيبي انت مش عارفني ولا ايه شو أخذ بالي مين انا أم المعلم سردينة يا أهلا وسهلا يا أهلا زارتنا البركة أم المعلم سردينة عمي وتجراسي وأموريني ربنا يخليك يا ابني والله انا بس كنت مزنوقة كده في حاجة يعني خلاص خلاص ده إيه اللي للسودة دي سانتياجو عيني ده ايه يا رب الواقع اللي وقعت فيها دي هات يا ابني عقدين عورفي هتجاوز أم المعلم سردينة يا أهلا وسهلا نورتينا خدها من خلقتي بقى يخاتها متقفلة من ييلة بستين ييلة يا رب ده انا مش عارف انا كده باخونه ولا بمفين سنتياجو ايوه دور لي وشها دور لي وشها سامح واحد هوب شمال من الشطورة بقى اللي هتعرف تعمل حركة دي هايل 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 سنبولا غا طول عمرك بلد موهوب فنان قدام السلطان طول عمرك وفي سنبولاغا حضرت طلبية الجواري الجديدة لمولانا السلطان سليمان موهودين وانا بدربهم بنا موزز بلا اوه موزز موزز اوه اوه موزز تشكرات سنبولاغا تشكرات 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 سلطان تشكرات يلا واحد هوب يمين واحد هوب شمال يلا واحد فك شوية يلا 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 دور السلطان سليمان المعظم اصحة موزز موزز في موزز 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 ابيعاتهم لارباعة القوضة موزز 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 لو تكرمتم منعايز اقعد مع السلطان الأم والحريم الأربعة بتوعي والباقي برا برا السليمان ابني الغالب ما لك شكلك كده خدت قرار الحرب بقولك يا سلطانة سيبك بقى من قرار الحرب والقوامتك كدابة دي بين الربعمية دولار بتوعي ربعمية دولار ربعمية دولار بتوعي اه ربعمية دولار بتوعي ما بحذرك يا سلطانة تلعبك جيم ده معايا الله انت نسيت نفسك يا سليمان انا السلطانة الام وانا السلطان المعظم وممكن عزلك اقسم بالله علعك السولجان والتاجور ميكة نظاف الحريم زي الزمان ايه ده ايه ده ايه اللي مخليك متأكد كده هقولك ايه اللي مخلييني متأكد فاكرة من 13 يوم اما كنت راكب الحصام بالأمارة خاتم مني 700 دولار حصل ولا لأ حصل حصل سليمان حبيبي افتكار افتكار 700 دولار ايوة بس انا رجعتهم لك خانك زكائك يا سلطانة رجعت 300 بس يا حلوة واثري عشان ما تكلمش في اللي بالي بالك لأ بقى ها اتكلم في اللي بالك بقى لك ها التاج اللي على راسك يا قطة هي حصلت التاج ايوة التاج ده مكتوب في المراسي بتاعي أنا التاج ده يا سليمان ابوك كاتبهولي في القايمة هو والسجاجين والله طيب انا هتغاضع كسلطان على كل التفاهات دي بس في حاجة لا يمكن اسكت عليها شريطة رامدول 225 اللي في درجة تسريحة كان فيه اربع حبيات اتخذ اتنين وانا شايفك ما شاء الله بتحركي في القصر وعلى بنت السبعتاشر حلال عليكي اديني الحبيتين اللي فاضلين اديكي شايفة جرمع الحريم اللي لسا رايه على القوضة الولد تجنن إبراهيم باشا إبراهيم باشا إيه إبراهيم باشا بتدهيل إبراهيم حسن عمل لي تعملوه بقولوكو ايه اقسم بالله قال علوكو مالتو وعملوكو فضيحة هو قال علوكو في القصر ده خلي بالك يا سلطانة او اكونوا فاكريني خروم لا أنا سبونش بوب وأصفر كموني يا سلطانة ودلوني على فكرة إبراهيم باشا هنعمل ايه؟ ده بيقول أنا مش خرونج سبونش بوب وأصفر كموني وأنا قبل ما نام في حاجات لازم أعملها نحن نلمله ونخلص أنا ما معيش في البوك بتاعي غير خمسة عشر دولار وأنا بتاع ثلاثين شهلهم في القفة كنت أعمل حسابي لليوم ده هتصرف بدكوا معنا يا حبايب يلا يا قبلة ما تعدهمش سبيهم ببركتهم حبيبي يلا يا حبايب يلا يا قبلة يلا يا قبلة يلا يا قبلة ما نكمرهم في الكم دي إيه الأمر ده؟ سكر وعسل؟ حلاوة حلاوة بعد إذن حريم السلطان يتفضلوا على القوض مولاي ولا تزعل نفساً لا يا حبيبي طالما حق معي ما بتزعلش سلامة مية مية أنا مخنوق عايز أشم هوى يلا يا متحت هتبرتو أنا متحت هشارهولي متحت أصحوا كانوا فاكرينها هيقلبوني بس أنا طلعت ابن أصول طول عمرك أصيل ابن أصل لعلمك كان ممكن أشكها محضر وأبهدلها بس أنا بتتبع مكاري من الأخلاق طول عمرك كريم ابن كورما أنا مش فاهم بيبصول إزاي معنى صايع عديم أم عرفين طول عمرك صايع ابني صايع طومبول لا أصحوا لا أصحوا لا أصحوا مرحباً كنا بندوس على النسوان بندوس دوس هيام هيام سلطان قلبي هويام حبيبة الروح اللبن مولاي لتاني يوم بتعرضي عليها اللبن يا هويام وأنتي عارفة إن عندي إسهال ماشي في القصر في وسط الناس بسهل بسهل أعمل إيه عشان نفهمك دا ليه معنى واحد إن أنت مبيتيش مركزة مع السلطان المعظم وليك أهداف أخرى وزا مش موضوعنا دستور حسي حسي بقى ولميهم بدل محرمك منهم تفضلي بقولك ايه؟ هجيلك بعد ربعة ساعة ويام استغفر الله العظيم مش مبسوط سبايا خير يا مولي أهلا تفضل الشاي يا مولي البيت دي جابينا منين؟ من زكاستان يلا يا بنت خد يا بنت تعال تعالي أنا أنا مش عايزها مش عايز بيت كده تحس عارف فحقول ايه؟ أنا عايز أبدلها أروح للأمير أشرف في القصر الشرق الدهالو وخليه بعاتلي بدلها نوها يلا ايه زهق ده؟ أنا عندي فراغ يا صنبل يبقاش عندي حاجة غير إنها ده السلة واعد أعمل خواتم لحد أما كرت الخواتم مش عارف أقجرهم بقى ولا أعمل ايه؟ ماتيريال كتير قوي بأخضم السلطانة على الخواتم فراغ فراغ حاجة تجيب الضغط ده وضغط يا مولي وما بيطلعوا منين دول؟ خذ منها ده وضغط أنت مين يا حلو؟ أنا زوجتك يا مولي زوجتي؟ أنت هتستهبلي؟ ولا أنت لقيت الحاريم من رطرطة قول تلعب اللعبة؟ جوزتك إمتى؟ شهر ستة اللي فات يا مولي كدابة شهر ستة اللي فات كنت في معسكر أبو إير قعدت أسبوعين آه آه قصدك آخر ستة برضو كدابة آخر ستة اتجوزت ومحمد الزنجية لأ الزنجية دي كانت شهر سابعة يا مولي أسره عايزة إيه؟ عايزة إيه؟ فاكرك فاكرك يا صنبل وراء وراء شان صنبل فاكرك؟ كنا في الخيمة اللي في الآخر صح؟ أيوا يا مولي لما أشرنا عن ناس فاكرة؟ آه طبعا يا مولي تشوف الصوت كنت صوت فاكرة لما شفت أنت رابطة هنا على رجلك إيه ولا لأ؟ رابطة خنجر ليه يا حلوة في رجلك؟ شايلة مين الخنجر؟ هتقتليني ولا هتقتل أمي؟ أنا أسف طلعي الخنجر طلعي الخنجر أرجوك سمحني يا مولي سنبل أيوا شلح الولادي وهت الخنجر يا خينة يا وضيعة كله مؤمرات كله مؤمرات أنا أوريك سمحني يا مولي أسمحك إيه وأنت شيلالي خنجر وماشى بيه في قصة الأص أرجوك يا مولي انزل يا ابني هات سمع أنت رايح فين يا ابني؟ رايح فين؟ هات شيلال أنا خنجر هات تكشفت لعبتك الوضيعة أمسك فرامان تلاقي يطلع عليها دلوقتي وتتدبح إيه وأهلها واللي بيعرقوا أهلها يلا بلاش قرب إخيانة يا يا النساء يا يا النساء إنت هذفت يا سنبل أيوا روح قول للهواني من اللي قاعدين في الحرام لك أكل والشربة على هفاية اللي ما خرجوش يستقبلوني في الكردور ويترموا علي ويبوسوا في لبسي بكرة السبحة هتتقطع رجليهم وتتعلق على باب القصر وروح للسلطانة هويام والله السلطان المعظم جاهلك بعد عشر دقايق خليها تظبط اللازم يا مرت بغتك يا هويام يا حظك لسود يا هويام هويام كثارة الحب متبكي؟ إيه؟ ما تعشتيش ولا إيه؟ مالك ما فيش يا مولانا لا 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 أكيد فيه يا هويام لازم تتأكد أن أنت دونان عن الـ 84-86 اللي أنا متجوزهم أنت سبيشيل كيس بجد يا مولانا؟ أنا سبيشيل كيس شور أنت عندك إمكانيات يا بنتي خطيرة جداً أوبشنز خطير أنت إحنيينة كمان يا هويام أنا لما بنام على صدرك يا هويام بحس إن أنا نايم على سريف بدورين وليه ليه البكة؟ أمك يا مولان أمك يا مولاي؟ اسمه أمك؟ ما علينا؟ مالها أمك؟ أمك يا مولاي؟ بتتعمد كل يوم الصبح تتأخر في الحمام وتسيبني برا يا مولاي محصورة محصورة؟ إيه المستوى ده؟ إحنا في مراحيد عمومية هنا؟ إيه محصورة دي؟ وبعدين ما أنت إن بتستهبلي؟ إنت سايب المتين ألف حمام اللي في القصر وجاي عند حمام أمي؟ سليمان أمي تعمل هناك إيه؟ أبداً يا سلطانة قاعد مع أمراتي في قط النوم قاعد مع أمراتك في قط النوم بتعمله إيه؟ إيه؟ أتمنعت اليومين دول ولا إيه؟ أتمنع إيه يا ولد؟ إن الراجل يقعد مع أمراته في قط النوم؟ لا، بس هويام دي بالذات؟ أنا أرشى ملحتها ما بتنزليش من الظهور بقول لك إيه يا أم السلطان؟ قاعد ياختي قفري وهري كده في نفسك على طول أنا ياختي فل اوبشن، مش تكمير محلي يا وددت يا فبريكا يا حلم هويام ما تنسيش إنها السلطانة الأم بقول لك إيه يا سليمان؟ أسكت إنت ما تتدخلش حاضر هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بقول لك إيه يا حبابتي ما غيركي الشيخة عناي يا زر أدور ولا شعري الأصفل أنا يعناي خالصة ومخلصة ودرسة ومدرسة بعدين انتواقف معاك وترميسها ولا ايه ما تلموها بقا وديني لنم ربياكي ربي مني يا أختي؟ حلوة اديها يا أمي اديها اديها بالشمشي بعيوة يلا يقوها ما تضربي بالشمشي من اللي انت مسكتت بزغرات اليها بالتلهاب لهاب ايه ده ايه ده اديها بالشمشي بعيوة أمي عندها ديس ادي ديس يلا اديها 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 السلطان سليمان القانوني موسيقى تشكرات تشكرات منافقين قوي من زمان عشان كده بحب البنات دول اللي اخلصوا لسليمان تشكرات تشكرات منافقين قوي من زمان عشان كده بحب البنات دول اللي اخلصوا لسليمان ماليش في الرم رمى وماليش في الدرمغى ماليش اصحب اساسا يدوب هو الاغى ماليش في الرم رمى رم رمى وماليش في الدرمغى وماليش اسحب اساسا يدوب هو الاغى من دلدي من سلطان بقى خلصتهم منطقة منطقة من دلدي من سلطان بقى خلصتهم منطقة منطقة خلصتهم منطقة منطقة ومشرة في الأطرق يا مان ومشرة في الأطرق يا مان اشتركوا في القناة 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 ده أنا جبت جزية حلوة وخلصت في التنى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة